ازايكم وهنا بيكم فيديو جديد النهاردة هي مراجعة محتويات المايك البي ام 800 وهو ارخص مايك كوندنسر ممكن تشتريه دلوقتي وانا جبته ب 500 جنيه وفي اسعار تانية بتوصل غير 800 و 1000 جنيه لكن اللي انا جبته ب 800 جنيه ما عارفش كان عارض ولا ايه بس جبت ب 500 اكيد عارفين انا عملت قناة للجيمنج فانا كنت عايز مايك تاني استخدمه غير المايك البوي اللي معي فكنت عايز مايك اكون شابكه على طول على الكمبيوتر ما فكوش فلقيت مايك ده فجبتم ندخل بقى هل بتاخد ايه مقابل السعر اللي انت بتدفعه فى المايك ده اهااااااااااا a رابط قناة الجيمنج هنا عشان تشترك فيها ها انت بتاخد في الصندوق على السعر اللي انت بتدفعه بتاخد المايك ذات نفسه بتاخد وصلة للي هي الوصل متاعت متاعت déه وتقدر تشبلك المايك ده على الكمبيوتر او كاميرا او بجهارو الموبايل فممكن تشغله على اي حاجة تاخد اللي هي الارم ديت اللي هي بتتحرك ديت وهي بتاخد البوم فلتر ده اللي هو المفهود ان انا كنت شابكه مسلا قدام المايك هنا عشان الهواء ولكن كده كده انا خطط بتاعت الهواء ديت عشان ما يبقاش حجمه كبير قوي وعرف اتكلم براحتي ممكن تركب الاتنين عادي انا بركب الاتنين وانا بجيم بجيم اللي هو انا بلعب يعني على الكمبيوتر عشان برضو يبقى شكلها حلو كده وابقى عارف البعد بتاعي المناسب على المايك اتبقيه وبتاخد برضو وصلة اه اللي هي زي اوديو سبليتر بتفرق ما بين المايك والسماعات لوصلة يو اس بي اللي كان بس تخدمها مع المايك ده عشان اوصلها كيو اس بي عشان ااخد صوت انقى شوية لانا حسيت ان الصوت من اه مدخل السماعات او مدخل المايك تاتا ميلي ونص لما بوصله مرة واحدة على الكمبيوتر بيبقى فيه نويز على عكسة موصلة على الكاميرا او الموبايل ما يبقاش فيه فتقريبا مشكلة عندي في الكمبيوتر اللي كان بوصل بوصلة ال او اس بي ديت وهي دي سعرها من خمس شر لتلاتين جنيه تعريبا ندخل بقى على مراجعة المايك ذات نفسه اول حاجة هي التصميم وجودة التصنيع المايك ذات نفسه من المعدن ولكن مش معدن غاية ده معدن رخيص جدا ومش متين وعرفت ان هو معدن عندي املاح زي ده فلما انا بوصله في الكمبيوتر بحس بطيار الكهرباء خفيف جدا بكهرب كده في جسم او الباضي بتاع المايك فبيبقى حاجة زي الاستاتيستيك كده زي الشيطة الكمبيوتر القديمة المربعة دي لما تيجي تقريبا تحس بكهرباء نفس الشريء كده لو بلاستيك ما بحسش به لو هجيب المايك ده على السن انت هتحركه كثير فانت هتحتاج انك تجيب ستاند او ارم ستاند اللي اي دي ده تانية غير دي عشان مش قوية وطول الوقت حاس انها ممكن تتكسر في اي لحظة بس كويسة لو انت هتسبها ثابتة فمكان واحد مش هتحركها انا بستمع مع الكمبيوتر فثابتة ما بتتخركش والبوم فلتر ده مش عارف ليه بس لما بيكون ثابت كده لو انا ميلته شوية بيقعد يلف حوالين نفسه من الجزء ده بيلف الواحده كده فاللي هو حاجة غريبة ولكن في السعر ده عادي لكن المايك نفسه كويس وخاماته كويسة بالنسبة للسعر ده لو مستمتع بقيت فيديو لغاية دلوقتي فلايك واشتراك في القناة تكون حاجة جميلة جدا اهم حاجة بقى في المايك وهي جودة الصوت المايك كجودة صوت فهو حساس جدا للصوت بس انا لقيت ان افضل جودة بتحصل عليها من المايك دوت كصوت وهو لما انت تكون مقلل حساسات المايك على اقل ليفل ممكن وتقرب انت صوتك نفسه او تقرب وشك وتقرب بقك للمايك فهيديك احسن وانقى وافضل جودة صوت والصوت اصلا انتوا سمعيني وطول الفيديو ده هو للمايك بعد تعديل وهتسمعوا دلوقتي الصوت قبل وبعد تعديل لو مستمتع بعد فيديو لغاية دلوقتي فلايك واشتراك في القناة تكون حاجة جميلة جدا فرأيي في المايك ده بسعر 500 جنيه بصراحة اشتري وش هو افضل مايك لليوتيوب والفويس اوبر بلا منازع مع شوية تعديل الصوت على برنامج ادوبي اديشن او داستي هتاخد احسن جودة واحسن صوت بسعر قليل جدا اتمنى الفيديو دا يكون عجبك لا ننساش انك تعمل لايك على الفيديو تشترك في القناة لو مش مشترك واشوفكم الفيديو جديد سلام